السلام عليكم اصدقائي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معي انا فايز حبوب بقناة سورا متعلم. اه بهذا الفيديو زال الله راد لح نحكي اه مرة تانية شوي عن العمل بالنرويج. اه وشو هي اكتر الشغلات المطلوبة اون. اذا بتذكروا بفيديو سابق اه حكينا عن اه شو هي متطلبات اه الحصول على عمل بالنرويج. قيل هي كانت اللغة اه الخبرة اه شبكة المعارف اه الشهادة. اه بس بهذا الفيديو لح نحكي متل ما انها عن شو هي الشغلات يلي كتير مطلوبة بالنرويج. هلأ بيجي عنا بالترتيب او يعني حسب اه اغلب الاشخاص اللي بالنرويج بيعرفوه اللي هو قطاع الصحي او الهلسة بنسميه. هذا بيجي برقم واحد. اه حتى النرويجة لما بتقولهم مسلا انه انا طالب اه عم بدرس صحة يعني انتم مريض اه او اه طب بكافة اه اختصاصاته. فيقولك انه انه اه شغلك مضمونة او يعني مأمن على حالك. رقم اتنين اصدقائي بيجي عنا اه قطاع البناء. اه طبعا احنا ما عم نقول بناء عم نحكي اه بكافة الاختصاصات اللي بتعلق بالبناء. كيف يعني? يعني مثل ما قمنا احنا بلنا عنا بالعامي الطيان اه اه الدهان الحداد الصحية الكهرباء كل شي بتعلق بالبناء. كمان هذا كتير مطلوب. بيجي ترتيبه رقم اتنين. قام ثلاثة اصدقائي بيجي عنا قطاع النقل اه او الترانسبورت من اللي هون. اه بكافة كمان اختصاصاته. اللي هو مسلا النقل الداخلي او الخارجي اللي بيجي تقرع سيارات شحن يعني. او ان كان اه مواصلات عامة كباصات قطارات. او تكاسي هيك اصاص. فهذا بيجي كمان بالمرتبة الثالثة. اما بالمرتبة الرابعة فهون بيجي عنا اه شوي اه شي من التكنولوجي. اه اللي هو اه او احنا شو كنا نقول له بالعامي يعني اه الشغل اللي له علاقة بالكمبيوتر بالاتصالات. اه هذا يعني هدون اختصارهم كلهم بقولون اي تي. او هاي بالانجليزية او بيجي اي تي. اه فهذا القطاع كتير فيه شغل كتير مطلوب وسهل واعي لحصل فيه شغل. ولكن اه ليش انا حطيته بالاخير? لانه اه بيحتاج اه تعليم جامعي عالي. طيب اصدقائي هلا بعد ما شفنا شو هي اكتر المهن اه طلبا في النرويج خلين نسميها او المطلوبة كتير. اه خلين نحكي شوي عن اه لحد الادنى من الاجور. صراحة كتير نزألت على هذا السؤال. ان كان من اشخاص موجودين بالنرويج او خارج النرويج. انه اه بيقولت طيب ابو الفوز نحنا عم نسمع انه مسلا بالقانون بيقول انه في حد الادنى مسلا اللي هو مية وخمسين كرون بالساعة بكل النرويج ممنوع واحد يعني يشتغل باقل من ايك. ولكن عم نشوف فيه ناس عم يشتغلوا باقل من ايك. فاصدقائي اه بصراحة هو في قانون اه ما بيقول طبعا حرفيا انه قال مية وخمسين لحد الادنى لانه كل كل مجال او كل مهنة اا فيه الى اا شي اسمه آآ نظام التعريف او يعني الحد الادنى من الاجر بهي المهنة. يعني بيختلف من مهنة لمهنة. ولكن بالرغم من هيك في شي اسم ه بيرجع حسب الاتفاق. هيك بيقول لك القانون يعني هو بيقول لك انه مثلا بهي المهنة لحد الادنى من الاجر هو مسلا بالساعة مية وخمسين ولكن حسب الاتفاق هاي الكلمة ولكن حسب الاتفاق هي يلي خارب الدنيا بصراحة وهي يلي عم تعطي فرصة لأصحاب العمل بأنهم يستغلوا العامل ويعطوه أقل من هذا الحد يلي هي الدولة محددته كيف؟ هلأ ممكن حتى قللي هذا مخالف على القانون ممكن فينك تشتكي ممكن فينك تعمل لا صديقي ما أنا مخالف القانون هو بصراحة تلاعب على القانون بالقانون لح وضح عن الفكرة كيف هلأ أنت مثلا بتروح بدك تشتغل قدمت مثلا أنا على وظيفة وراح رايح اشتغل بغض النظر لأنك أنت أنا شاغل بهذا المجال اللي رايح قدمي عليه قبل أو لا يعني عندي خبر أو لا عندي شهادة أو لا عطوه اللي حيحاولوا يعطوني أقل من ما أنا بدي هاي رقم واحد رقم اتنين بالنسبة للأشخاص اللي متلنا الأجانب اللي يجو جديد على البلد يلي بعدهم مثلا ما خلصوا لسه أي شهادة من أي نوع ولكن اشتغلوا شوي يعني مسلا أنا اشتغلت بسا بالسوبر ماركت شوي وهلأ رحت بدي أغير السوبر ماركت فأنا لما رح على سوبر ماركت الجديد فأنا حاولوا أنا أنا زالي ما عندي خبرة أنا شاغل بسوبر ماركت قبل وعامل كذا وكذا فأكيد حيعطوني ساعة أحسن من الساعة اللي عم بأخذها هلأ ولكن إذا أنا ما عندي شهادة فهون أنت تلقائيا لح ينزل سعر ساعتك عن واحد لو أنه واحد نرويجي مقدم معك تلقائيا لح ينزل عنه مؤقل من عشرين خمسة وعشرين كرون بالساعة ليش لأنه هون لحي لما تكتب عقدك إذا بتلاحظوا فيه بالعقد بيكون شي مكتوب إنه شو لكم بتنصى اللي عندك يعني شو المؤهل اللي عندك فلما تكون أنت مانك مخلص دراسة فهون شو بيحطوا لك بيحطوا لك شي اسمه وتنكون بتنصى يعني إنه ما في عندك مؤهل إنه أنت مانك دارس شي ما عندك شهادات هاي يلي هي عم تخرب لك بيتك وهي يلي هي بسبب أنا في صراحة فتع المدرسة آآ وكتير غيري كمان يعني مثل ما قلت لكم أنا صادقا أنا شتغلت قبل ما فوت على المدرسة آآ يعني قبل ما أدرس قر يعني أرجع أدرس آآ بصراحة آآ هذا هو كان السبب إنه ليش لحتى خلي حدا غيري يعني حتى خليهم يستغلوني آآ بس لأنه أنا ما عندي شهادة من هون لأ خليهم أنا أدرجع أدرس من أول وجديد طلع شهادة وشيل هذا الاستغلال يعني كتافي آآ ولكن بصراحة أصدقائي هذا هو الوضع آآ يعني عمليا الفكرة اللي بده وصلها ما في شي اسمه لحد الأدنى أو إنه ممنوع يشغلك بقلب من هيك لأ صديقي بيحسن وآآ ضايع الطاصة غيري نسميها ولكن شو بده نساوي هي يعني الكل اللي عم يستغل آآ وين ما رح نستغلونا خاصة إحنا سوريين إن كان بلبنان ولا بتركيا أنا بذكر بشتغلت بتركيا آآ كانوا آآ كانوا يعطوا أحسن يعني بمجال الخياطة طبعا آآ يعني أكتر واحد معني بشتغل آآ على كل المكانات كانوا يعطوا حوالي ألف وخمسمائة ليرا آآ بينما كان التركي يلي قطأ يعني شغله قطأ مني يعني طالع إنتاج أكتر منه وإن كما بيعف اشتغل على كل المكانات مثلي كان ياخد حوالي ثلاثة ألف ليرا آآ وما كان في عنه شيء اسمه سي كورتا اللي بتركيا بيعرفوها والتأمين العمل أو التأمين الصحي آآ فكان فيه فيه استغلال وهذا الشيء موجود بكل الدنيا يعني هاي الفكرة اللي حابة فضحها صح نحن بقوا رفها ولكن كمان فيه استغلال بالنسبة لهذا الموضوع طيب أصدقائي هذا كان فيديو اليوم آآ بتمنىكم توفيق جميعا وإن شاء الله الجميع آآ بحصل فرصة عمل منيحة وبأجر منيح آآ موضوع بده شوية صبر آآ كل شيء ببدايته صعب ولكن مع الوقت كل شيء بتحسن وبحصل الواحد اللي بده ياه توفيق للجميع إن شاء الله